وجمال اليورو عندنا النهاردة طبعا كل يوم في وكوبا أمريكا طبعا اتدت يعني كان اللافعون الناس اللي هتحاول تتابع البطولتين لكن ما تنكرش انه فيه شيء عظيم بيتقدم فيه كرة فيه ليفل تاني فيه قوة فيه متعة فيه إثارة طبعا هي اليورو لم تكشف عن أوراقها كلها بشكل كبير لكن خليهي أقول لكم مقدمات البدايات هي فيه منتخبات ظهرت بمتعة القوة على رأسهم من وجهة نظر يعني والمنتخب الحقيقي اللي ظهر بشكل مفاجئ رغم من المنتخبات الكبيرة إسبانيا إسبانيا قدمت يعني مطشاط ولا أروع ولا أقوى وخلينا نحط انه البطولة السنة دي ممكن تكون غير تقليدية يعني خلينا نقول طبعا المنتخبات الكبيرة اللي قدمت مستوى كويس عندك فرنسا ظهرت بشكل حتى في غياب مبابي ظهرت بشكل جيد وفرنسا فريق بطولات زي ما الأهلي فريق بطولات ممكن يبقى ماتش داون لكن في النهاية يقدر ينفس على اللقب ويرجع عندك هولندا ظهرت بشكل كويس جدا عندك البرتغال منتخب الحقيقة فيها عناصر كبيرة بصرف النظر عن رونالدو لكن عنده لعيبة على أعلى مستوى عندك ألمانيا طبعا صاحبة الأرض والجمهور وإن كانت ألمانيا لسه عندها منتخب كويس جدا لكن ما دخلتش لسه في مواجهة مع منتخب العارة التقيل وعندك طبعا منتخبات لازم تحطها في الاعتبار زي انجلترا ولو إن الحقيقة أنا طبعا مش من مدرسة محبي ساوث جيت يعني ساوث جيت بالنسبة لي يعني مدير فني لايق بمنتخب انجلترا وده يمكن الترجب في الظهور الأول لمنتخب انجلترا لكن على مستوى السكواد منتخب ما فيش حاجة نقصها يعني يفعش تطلع تقولي أنا تعادلت عشان كالفين فيليبس اللي هو ما بيلعبش أساسي أساسا ومشاركش في أربع خمس مطشات على مدار السيزن ما كانش موجود أو ما لقناش ليه بديل أقوى سكواد يمكن في البطولة كلها هو منتخب انجلترا اللي لسه ما ظهرش بالشكل المنتظر النهاردة عندنا أكتر من مطش طبعا في عندنا جورجيا واتشيك المباراة دي تلعبت ساعة أربعة وانتهت بنتيجة واحد واحد وعندنا الساعة سبعة طبعا المباراة دي بتوقيتهم في أوروبا الساعة سبعة هتكون البرتغال وتركيا دي مواجهة يمكن تكون الأقوى على مستوى التنافسية تركيا بالمناسبة برضو ظهرت بشكل جيد جدا 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 في البطولة والبرتغال أيضا قلت لكم واحد من المنتخبات المرشحة للمنافسة يعني وبالجيكا في مواجهة رومانيا دي مباراة تلعب الساعة عشرة هنا بتوقيتنا في القاهرة تعالوا نروح بقى لكوبا أمريكا مفيش كلاشات كبيرة جدا لكن عندنا النهاردة مباراتين ده برضو بتوقيتهم اللي هو يعتبر فجرا عندنا قطعة دي هتلعب بالفجر بكرا إن شاء الله عندنا مباراة الإكوادور في مواجهة فانزويلا دي مباراة طبعا في كوبا أمريكا هتتلعب فجر اليوم مواجهة الكروية استمتعوا بيها كما شئتم لسه البطولات ما سخنتش ولسه التقيل جاي ولسه أعتقد مع الأدوار الإقصائية هنشوف مستوى تاني جدا أتمنى أنكم تستمتعوا بيها الساعدات الأهلي للزمالك على مدار النهاردة وبكرة وبعده إن شاء الله قبل المواجهة المنتظرة يوم الثلاث هتكون محور كلامنا فيه أستاذيسة معاكم ومع حضراتكم عودة سواء الأسماء اللي اختار أو راهن مرسل كلها رحيتها في مباراة الداخلية وحسنا فاعل حقيقة حسنا فاعل وأسماء كمان قايمة المصابين اللي ممكن يخشوا في دائرة اهتمام مرسل كلر حال جهازيتهم في مواجهة الزمالك هتكون برضو واحدة من المحاول اللي هنتكلم فيها النهاردة فاصل ونبدأ حلقاتنا اشتركوا في القناة